للمدارس البناء بها متفق على المشركات الصينية والكوادر الصينية والكوادر العراقية السبب أنه نري صراحتك اليوم أنت تختلفين عن كل أعضاء البرلمان المشكلة أنه مثلا عندك لنفترض هذه المدارس للعلم قبل فترة حتشينا سولفنا ويا وزير التخطيط على الأسعار الخيالية مدرسة بثلاث مليارات مدرسة تقريبا بيت ثلاث مليارات المدرسة الوحدة تحال على العقد الصيني الشركة الصينية تأتي تبيعها على مقاول عراقي لأنها ترضم مليار فالأربح لهم هذا أيضا يربح مليارين ضائعات هذا افتراض بس هو هذا الاعتقد الماشي مليارا ضائعات على قولك وأضف إلى أن هذا المقاول العراقي يربح فأكيد يضيع منع تجزء فبالنهاية تطلع بالصورة التي نرىها السيئة للمدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر